بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله راح نبدأ كورس كيف تخزر وزنك بذكاء أنا الدكتورة دارية المغاسلة من كلية صيدلة قسم صيدلة السريرية أنا عندي يعني في الطرق الحياة الصحية يعني كيف كيف نحافظ على وزنها كيف التمارين الرياضية هذه الأشياء فأول شي راح نبدأه اليوم بنتكلم على اضطرابات الوزن والسمنة وأسبابها أنواعها وآثرها أول استراتيجية الاستراتيجية راح نعتمدها في الكورس اليوم إن شاء الله بنبدأ ماذا ولماذا نحن بنبدأ هذا البرنامج هذا الدايت ومتى نبدأه وأين نبدأه ومين اللي مفروض يبدأ هذه هذا بس لتسهيل لتسهيل وصل إلى الهدف ولتحقيق الفائدة القصوى من الكورس كامل فأول سؤال هو ماذا زي ما قلنا في البداية لازم نعرف شنه الشي اللي نحتاج نوصل له نحصل عليه شن الأهدفك من أنك تتبع نظام غذائي معين نظام مرياضي معين شن اللي بتسويه بالضبط لازم تكون عارف شنه الهدف اللي تبغى توصل له طيب ليش نبغى نوصل لهذا السؤال هذا السؤال الثاني اللي بتسأله نفسك ليش أنا أبغى أخسر وزن شنه أهميته بالنسبة لك يعني أول شي لازم نبدأه نعرف السبب ليش أنا أبغى أخسر وزن ليش أبغى شنه أهدافي أهدافي صحية أهدافي نفسية أهدافي سهولة حركة تطوير حياة حياة اجتماعية مهما كانت الأسباب أهدافي لأن هذا يسهل لنا لما أنا أحط الهدف قدامي أعرف ليش يعني يخليني أستمر أنا عارفة أشوف الهدف قدامي في نهاية الطريق فأعرف ليش أنا أستمر في هذا النظام اللي بديته في حياتي في نظام نموة تغيير الحياة بشكل عام أهدافي طيب أسباب عامة ليش الناس تبدأ تغير من نظام حياتهم يعني بشكل عام من الناحية التغذوية والنشاط البناني أول حاجة بشكل عام محافظة على الصحة العامة يعني عشان يمنع عن نفس الأمراض اللي معروفة أمراض القلب الشرايين السكري الضغط كل هذه الأمراض زيادة اللياقة والقوة الجسدية في ناس اللي ما عندهم زيادة وزن و ما عندهم أي رسكنهم يعني يصير عندهم أي مرض معين بس إنهم حاببين يزيدوا لياقتهم ويزيدوا قوة الجسدية زي اللي نشوفهم كمال الأجسام وكذا فيه الأكثر يعني أكثر الناس تقريبا فيه حابين ينقاص الوزن أو كمية الدهون بقية الأسباب مثل زيادة الوزن بناء كتل عضلية هذا بناء الأجسام في تحسين المظهر يعني مزايد وزنه بزيادة أن يسبب لها أمراض بس إنه بيطلع شكلها أجمل مثلا فهذا تحسين المنظر تخلص من أمراض معينة شخص لسه مشخصه فيمكن يعالجها بخسارات الوزن بس والتمارين الرياضي يبدون ما يحتاج أي حبوب مجرد تغيير نمط الحياة يخلص من هذه الأمراض نفس الشي بالنسبة لأمراض القلب يعني مثل الضغط يعني يبدأوا معهم بالنظام صحي رياضي وغذائي وخلاص ما يحتاجوا يبدأوا على حبوب لو نزل وزنهم يعني في أسباب ثانية تخلص من التوتر والتمتع بنوم مريح يعني إنسان يعني ما عنده أي أمراض بس النحاب يتخلص من التوتر السترس اللي واجهه يعني بقيت اليوم في الدوام مع الأهل مع أي شي فيتمرن فهم الدراسات آخر دراسات أثبتت إن الرياضة لها نفس تأثير الحبوب الاكتئاب المضادة ل الاكتئاب يعني نفس الفعالية فهذه أشواء متبتة علميا في أسباب ثانية مثلا إن أحد عنده مناصبة معينة زواج أحد من الأهل مثلا إنه يرضي أحد يرضي أحد مثلا إنه قال لا يعني إنه شكلك كذا يعني إنه موحلو حاول تخسر وزن مثلا أو إنه بسبب ضغوط المجتمع اللي تفرضها علينا يعني الميديا وكذا يعني إنه أنا لازم أكون جميل بطريقة معينة طيب متى هذا السؤال هو اللي قررها الشخص يعني ما تقدر تقول متى لأنه ما في أحد ثاني يقدر يقرر مدى استعداديتك إنك تبدأ هذا البرنامج فما في يوم محدد يعني إحنا دائما نقول أنا ببدأ الدايت دائما يوم الأحد ما له داعي إنه نبدأ يوم الأحد أنت لما تقرر يعني ما فيه قانون يسن إنه فيه وقت معين لازم تبدأ فيه لما تصير لما يكون الإنسان مستعد وعارف أهمية الموضوع بالنسبة له وعارف الهدف اللي بيبغى يوصل له معناته هو جاهز إنه يبدأ هذا خلاص هذا تغيير نمط الحياة متب أنت مستعد فيك عندك الرغبة الرغبة الصادقة إنك بتستمر يعني عارف الهدف شنو هذا هو الوقت المناسب طيب وين هذا يعتمد على الشخص يعني نرجع مرة ثانية بس ما في مكان معين ويعتمد على الشخص إنه حاب يتمرن في البيت حاب يتمرن في النادي حاب يبدأ يعني هذا يعتمد مرة ثانية على الشخص اشتركوا في القناة